قتل قيادي حوثي بارز وثلاثة من مرافقي في جبهة الفاخر بمدرية قاطبة شمال غربي الضالع وذكر مصدر عسكري ميداني أن قيادي حوثي وثلاثة من مرافقي لقوا مصرعهم من إيران القوات المشاركة والمقاومة في صد هجوم واسع شنت ميليشة الحوثي الانقلابية بمنطقة حبيل الكلب شمالي الفاخر بمدرية قاطبة يشار إلى أن جبهات المحور الغربي بمدرية قاطبة تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشة الحوثي المتمردة تكبدت فيها لأخير خسائر فادحة في الأرواح والعتادة